والآن يشرفني ويسعدني أن أدعو معادي السيد غزالي عثماني رئيس جزر القومور ورئيس الاتحاد الأفريقي ليلقي كلمته السيد ويليام روتو الرئيس دولة كينيا السيد الزميل والزملاء الأعضاء والسيد الرؤساء الدول السيد مسافقي رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقية والسيدة الممثلة لسيد بوتيراس من الأمم المتحدة السادة الوزراء والسادة الحضور ومدراء المؤسسات الأفريق والسادة الأمناء الخاصين بالجهات الاقتصادية الحضورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يخص الأمر الذي تم منح إلي سابقاً أن اليوم نحن تجمعنا في العاصمة الجميلة نيروبي وذلك في إطار الدورة الخامسة النصف السنوية تنسك الاتحاد الأفريقي وأريد أن أشير وأن أعطي جميع التحية للسيد ويليام روتو الذي أقول له أبكوه باللغة القمورية وفيما يخص حكومته وفيما يخص الشعب الكيني لحفاوة الاستقبال التي تم استقبالنا بها وتم دعوتنا بها وكم دعوتي بصورة شخصية وعبر عن كامل امتناني نانو باللغة القمورية سيد الحضور الكرام اليوم الآن العالم به العديد من التغيرات التكنولوجية ولكن قارتنا الأفريقية للأسف بها العديد من النزاعات والمؤامرات التي تخص كل القارة وتخص أيضاً المجتمع الأفريقي وذلك يجعلنا نشعر بالأسف وفي هذا الإطار أريد أن أوضحنا أنني أشارك بكل قوة ومساندة كل الدول الأشقاء التي تواجه هذه الأزمة الخاصة وأريد أيضاً أن أشير إلى دور أن يكون لنا حوار واضح فيما يخص موضوع الأسلحة وأيضاً الحوار الخاص الذي سوف يجمع كل اختلافتنا والذي سوف يزيح كل الحواجز لدينا ولذلك لكي نكون بتحسين قارة أفريقيا بصورة سلمية بصورة رائعة وهي أفريقيا التي نريد أن نحققها منذ الاجتماع الماضي بأديس أبابا في فبراير أنني على ثقة والاقتناع أن السلام والوئام هو الدافع الرئيسي لنا وأنه هو البرنامج الأساسي وأنني على ثقة وعلى تعاون مع سيد فاكي أن نحدد النقاط الرئيسية والنقاط الرئيسية الخاصة بأزمة السودان وذلك لكي ندعم كل الطرق اللازمة والصبل المتاحة لكي نخرج من هذه الأزمة ونريد أيضا أن نحدد أن هناك العديد من الأمور الخاصة بالجزء الإنساني وأريد أيضا أن أقول لسادة الرؤساء في مالي وفي بوركينا فالسو أن المرحلة الانتقالية نحن ندعمها أيضا وأننا أيضا أريد أن كل ما يحدث من الفترة الانتقالية بمالي وسوف تكون فترة شفافة وبها صورة كبيرة من الوضوح وفيما يخص جينيا كنا كري أنني أساند المفاوضية الأفريقية لكل ما هو انتقال سلمي وسريع وذلك من خلال من خلال الاقتراع العام الواضح والحر والعادل وأيضا فيما يخص الاجتماعات التي كمنا بها بأنجولا والخاصة بدولة كونغو الديمقراطية وأيضا استطعت أن أشارك بها لكي أحاول أن أحل هذا النزاع الذي استمر أكثر من 20 عاما لكي نرى أفريقيا بأسرها قارة سلمية وأنني كنت بأعداد تقرير سوف أعرضه على سيادتكم في خلال هذا اليوم أن هذه الدول الكبيرة وأنني أحاول جاهدا أن أقوم بالبعد عن كل ما هو حرب لكي نكون بالسلام في أفريقيا وأيضا أريد هنا أيضا أن أقول لكل زملائي الذين يحاولون أن يحاولون أن يحسنون وضع أفريقيا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة بأن تكون بعض الدول هي دول دائمة وأيضا أريد أن أشير لأمر هام وهو الأمر الخاص بالطاقة ويوجد أمران هامان الذي يحجب تنمية تقارتنا الأفريقية وفي خلال هذا الطريق أنا أعمل بصورة كبيرة على تعاون أخونا سيد موسى فاكي وأيضا فريق عمله وذلك من خلال دعمه من خلال المؤتمرات المختلفة وأيضا أشكره بصورة كبيرة أصدقاء الأعزاء أسادة الحضور تسريع فكرة المنطقة الحرة القرية الأفريقية هو الموضوع الأساسي لنا هذا العام في عام عشرين لقد حقق العديد من المبادرات والإسراءات وأننا نرى الآن السوق المشترك هو عبارة عن فرصة كبيرة وفرصة رائعة لقارة الأفريقية لكي تكون قارة أفريقية مدمجة ومتحدة وبها العديد من الاندماج ونرى أيضا أن خلق خلق البنك الأفريقي له صندوق وتمويل كبير وسوف يحاول جاهدا أن يساعد الدول الأفريقية وأيضا في أكتوبر عشرين اتنين وعشرين حاول هذا البنك أن يجعل المنطقة القرية الأفريقية تكون بتحسين أدائها وأيضا فيما يخص الجزء الخاص بالتمويل وتفعيل التمويل الداخلي في القرية الأفريقية وبالصورة إقليمية ويحاول أيضا تقليل تقليل الأموال الخاصة بوسائل المواصلات أننا نحاول جاهدين أن نقوم بعمل قطوات جادة وفعلية لكي نشجع القرية الأفريقية لذلك لكي أدعو جميع الدول الأفريقية لذين لم يقوموا بدعم البنك كأن يقوموا بدعمه وأننا نقوم بذلك لكي نقوم بدعم البنك وذلك من أجل تحسين خطة 20-23-63 وفي الاجتماع الماضي فيما يخص الاجتماع الخاص بالاقتصاد الأزرق وقد قام بالاجتماع العديد من الوزراء وأيضاً مفاوديات الاتحاد الأفريقي ومفاوديات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضاً العديد من المفاوديات والمفاوديات الخاصة بالمحيط الهندي وذلك وكان في مدية لبريفيل وذلك من أجل تعزيز منطقة القرية الحرة الأفريقية لذلك فتعزيز التجارة الأفريقية أصبحت معززة عن طريق المجال البري وذلك من أجل تحسين أيضاً الإطار النقل البحري في المنطقة الأفريقية وذلك وصل الرقم يبلغ قدره 35 مليون تن وأيضاً أصبحت من العناصر الأساسية من أجل الدمج الاقتصادي للقرية الأفريقية وذلك ومن رغم الهيكلية الهشة ولكن يوجد العديد من الفرص وذلك من خلال التوسع في المجال البحري وأيضاً من أجل إعلان مونانيا والإعلان الخاص بهذه الجلسة ستكون هذا بمثابة ورقة عملنا في هذا الإطار ومن الأمور الهامة التي تم وضعها في عام 2016 في المؤتمرات السابقة وذلك من أجل دعم التعبئة في المفوضية الأفريقية وذلك من أجل تحقيق فكرة عمل فريق البحث المكون برئاسة البروفيسور بوبومو وذلك من خلال الدعم والمشاركة الخاصة بكل الأمور التي تمت بهذا الإجتماع وأيضاً تقليل عدد المفوضيات وذلك من أجل تحسين الوضع الحالي وأن هدفنا الآن هو أن نقوم بدعم وتحقيق البرنامج الخاص بنا لكي نصل لدعم حقيقي واندماج حقيقي في أفريقيا وذلك في عام 2024 وذلك من أجل تحسين التعليم وأريد أن أشكر المؤسسة الخاصة بدعم التعليم لأن التعليم هو السلاح الأساسي من أجل تغيير العالم ولكن فيما يخص الأرقام التعليم في أفريقيا هي أرقام تنذرنا لأن الآن في أفريقيا يوجد العديد من الأفارقة الذين لم يلتحكوا بالتعليم الجامعي وأنه ليس من مقبول في عصر التكنولوجيا وفي عصر الزكاء الاصطناعي أن يكون في أفريقيا مناطق ليس لديها البنية التحتية للتعليم أو الوسائل التحتية للتعليم أنه تحدي صعب ولكن بالعمل جاهدين سوف نحصد على نتائج كبيرة ونتائج رائعة في هذا الاتجاه وفي هذا العالم السريع ونحاول جاهدين أن نقوم بالعمل جاهدين من أجل مواجهة التحديات اليومية ولكننا معا سوف نستطيع أن نحسن وأن نجعل وحدتنا من أجل مواجهة المشاكل الأفريقية وأن نقوم بدعم وتوحيد أفريقيا من أجل أن تكون قارة سرية وقارة مليئة بالرخاء ونحاول جاهدين كأفارقة أن نقوم ونأخذ بعين الاعتبار البرنامج وخاصة كمة نيروبي فيما يخص الاحتباس الحالي والتغير المناخي والكمة المناخية 28 وكل هذا الأمل الذي أتركه وأرسل بريد كل الجميع لهذه الكوبة التنصيقية وأشكركم جميعا